أزمة كورونا والموجة التانية واللي احنا من خلال برنامج الحرية والحدث وشاشة كناته حرية اطلقنا أجراز انظارات كثيرة جدا بقالنا 34 سوريا جماعة في موجة تانية في ثاكند ويف الأمر مش سهل الأمر مش هين وربما يعود مع بداية الشتاء وقد حدث أوروبا الآن تعاني أشد المعاناة بدول كثيرة من ضمنها إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وهولندا بإعادة غلق المطاعم والأماكن العامة وفرنسا أصدرت قرار بحظر تجوال لمدة ست أسابيع طبعا حظر تجوال مش 24 ساعة لحدد ساعات معينة هي المسموحة للناس أن هي يعني تنزل الشارع بعد كده بيتم حظر التجاول احنا في مصر ما زلنا حتى الآن لم نتخذ أي إجراءات برغم التصاعد الوطيرة والتصاعد أرقام مرة أخرى وفي ناس إحنا كمان بقينا نسمع عنهم وناس مشهورة في المجتمع المصري بدأت تتوفى بهذا الفيروس التاجي ولكن لم تتخذ مصر حتى الآن أي إجراءات احترازية جديدة باستثناء الكنيسة الكنيسة الكبطية مصدرت بعض القرارات وكنيسة بالإسكندرية أغلاقت أبوابها للزوار لحظر من انتشار الفيروس الأمر كمان التزمت بي الأفراح والجنازات والعدد نزل تاني 25% وربما مع التصاعد أكثر يكون الوضع إلى الغلق كما كنا عليه منذ بداية الجائحة لكن أعتقد بعض الأبروشيات أنا أعتقد أنه نيافة الأمر بسانتي في حلوان والمعصرة نزل حتى عدد الناس اللي ممكن يحضروا أي إكليل لعشر أفراد سنتناول هذا الأمر وأيضا تصرحات البابا تودروس في اجتماعه الأخير لكن أنا عايز في البداية دكتور أتكلم بشكل عام ظهور الموجة الثانية بواجهها القبيح على العالم أوروبا وأمريكا يعني من ساعات قليلة سجلت أمريكا 60 ألف حالة إصابة في اليوم الواحد وقبلها 54 ألف عاودنا مرة أخرى إلى أرقام هلامية لهذا الفيروس التاجي إذن وحضرك دكتور عايز أعرف منك الأرقام الأخيرة العالمية والأوضاع الحالية ماذا ستنبئ هل بدخلنا في أيضا ظلام الفيروس التاجي الشرس ولا ربما سيكون هناك فيكسينز أو أمصال تحد من هذا الكابوس يعني لو بصنا في الأرقام هو طبعا العالم عدى دلوقتي 45 مليون شخص مصاب بالكورونا ويعني أمريكا مثلا عدت 9 مليون و259 ألف بأخر الإحصيات النهاردة أنا عايز بس أقول كذا حاجة ويمكن أنا ليا وجهة نظر شوية مختلفة عن موضوع الغلق والفتح قد تكون شوية ثورية ولكن بعض الأطباء يعني بيتبنوها أنه في بلاد كتير قوي من البلاد اللي قفلت ويعني أحكامة الإغلاق زي فرنسا وإيطاليا وألمانيا الموجة التانية دي جاية رغم كل الاحتياطات السويد ما عملوش كده خالص السويد ولا قفلوا أي حاجة ولا عطلوا الأشغال ولا عملوا أي حاجة والسويد من أقل البلاد الموجودة في أوروبا اللي حتى الآن يعني مثلا لو قلنا أنه السويد في منها 124.335 مصاب لكن فرنسا 1.327.000 يعني إحنا بنتكلم أنه الفرق ضخم جدا طبعا عدد سكان السويد أقل بكتير من فرنسا يمكن مثلا الخمس أو كده لكن اللي أصده حتى لو خدنا بيه الموضوع ده واتنلاقي أنه إحنا عارفين أن الشتا جيه وأنه احتمالية بالذات الناس اللي يعني ممكن أن هي تصاب بالأمراض التنفسية بالذات وكل الحاجات دي أنه دوت هيبقى أسهل والسبب أنه برودة الجو بتقلل المناعة عموما بطريقة أو بأخرى يعني مفيش وقت أن نحن نشرح له وغيره لكن مثلا فرنسا 1.327.000 إيطاليا 647.000 ألمانيا 516.000 في العدد الناس المصابة ولكن تبقى أمريكا هي الأعلى تعداد في الوفيات وفي الإصابات 9.259.000 حالة إصابة والوفيات وصلت إلى 234.000 وكسور 24 أعتقد يعني الحقيقة الأرقام مهولة هنا في أمريكا مهولة بس أنا عايز أقول كذا حاجة يعني نحط في مخينا الآتي الأعداد العامة دي ما تسويش كتير قوي في أي حد مسؤول عن الصحة العامة إنها تخوفه لسبب إنه 99.9% من الناس اللي أقل من سن 70 سنة بيتعافوا حتى لو عدوا بخمس ستة أيام صعبين شوية يعني النسبة بتاعة الوفيات قلت عن مارس اللي فات في أمريكا حوالي 85% فكلمة إنه انتشر وبقى موجود ده مش معناه على الإطلاق إنه يتناسب معها عدد الوفيات ليه الدنيا قفلت في البلاد وكده مش بسبب بس يعني ليه نقفل البزنس مش بس عشان خاطر التجمع والناس والتباعد الاجتماعي وكده لكن كمان الأكتر من كده علشان خاطر النظام الصحي اللي موجود ما يحصلش فيه فيضان من العيانين اللي هيبقى ضمن الصعب جدا احتوائهم وإنه هما يكون فيه يعني ICUs ويبقى فيه Ventilators اللي هي أجهزة التنفس الصناعي فالنهارده بدأنا نكتشف أنه عامل السن عامل مهم جدا الحاجة التانية الكويسة اللي أقدر أقولها أنه بدأنا نكتشف أنه فيه بعض الحاجات اللي ممكن الناس تستعملها اللي بتزود القدرة المناعية بتاعتهم وممكن لو خدوها من دلوقتي ده يساعدهم أنه يخليهم ما ياخدوش زي أنه ياخدوا مثلا فيتامين دي تلاتة أو فيتامين دي سري وبنسبة يعني على الأقل أنه تبقى 5000 International Unit يعني 5000 IU أنه هما ياخدوا زينك حوالي 50 ميلي جرام في اليوم أنه هما ياخدوا حاجة اسمها N-Style Cysteine وده برضو أحد الحاجات اللي موجودة كل الحاجات دي موجودة بحيث الناس تقدر تشتريها لأن هي فيتامينة نتكلم حتى على البلد الغربية دي مش محتاجة أن الناس تكون عندها رشتات أن هي تاخدها لقينا أنه لما الناس بتاخد الحاجات دي ده بيقلل جدا نسبة المناعة أو بيخلي كتير منهم أسيمتوماتيك يعني ما بتظهرش عليهم الأعراض بصورة واضحة وبصورة ممكن تقود إلى يعني ملابسات وكومبليكيشنز يعني كتير صحيا حاجة كمان بالنسبة لأمريكا بالذات يعني أنه كل ما بنزود التست كل ما بنزود الفرصة أنه يحصل حاجات اختبارية نقدر نعرف منها النهاردة الناس كل شوية بتروح هي نفسها حتى لو ما عندهاش أعراض تروح لكن لقينا أن نسبة كبيرة جدا من الناس الصحتهم كويسة بيصابوا بالفيروس ومع كده ما بتظهرش عليهم أعراض فبالتالي إحنا بنحسبهم لأنهما راحوا واكتشفنا أنهما بوزيتف حطناهم من ضمن الأرقام دي فبرضو عايز أقول أنه الحاجات دي كلها ما تخوفش وفي رأيي أنا من التجربة بتاعت البلاد الأوروبية المختلفة أعتقد أن تجربة السويد تجربة إلى حد كبير تعتبر تجربة نجحة أنه مش بسبب كده لازم أقفل البلد لكن حلو أن تبقى فيه كمامات حلو أن يبقى فيه تباعد اجتماعي حلو أن إحنا يعني لكن عايز أفكر كمان مصر مصر ظاهرة غريبة يعني وفعلا أنا مش عايز أكون بشكك في الأرقام اللي بتعملها الدولة لأن أنا مش متأكد ما عنديش حاجة تحت قدية لما نكلم ناس والناس اللي نعرفهم وقرائبنا وصحابنا وحاجات زي كده كلهم كانوا بيقولوا أنه يمكن ما فيش بيت كان بيخلوا من كورونا في أوج المرحلة الأولى ومع كده الأرقام اللي بنلاقيها موجودة من الحكومة تبدو أن هي غير متناسبة مع كده مش وقعية بس طبعا هل الناس وهي بتتكلم بتدي صورة لأنه ما فيش في الحتة دي حاجة علمية تقدر تمسكها وتقول أنه ده كده أو لا لكن كمان فيه في أحد الأبحاث اللي حصلت في فرنسا ومش عايز اللي أنا هقوله ده وتيخلي الناس عندها نوع من الأمان الكاذب أنها برضو ما تعملش تباعد اجتماعي أو تلبس الكمامة الطبية أو غيره أنه إحنا كلنا يمكن لغاية السنتين ثلاثة فاتوا ومصر منعت أنه الأطفال لغاية سنة أربعين يوم أو حتى في السنة الأولى أنهما ياخدوا المصل بتاع الدرن اللي اسمه البي سي جي اللي بيتاخد في الكتف ده لكن كل الأجيال اللي قبل كده خدتوا ففي بعض الأبحاث في فرنسا وفي هولندا لقيت أنه هناك علاقة طردية ما بين أن الناس تبقى واخد البي سي جي وأنه دوت بدي لهم نوع من الوقاية ليست الكلية ولكن إلى حد ما وقاية نسبية من الإصابة أو أن الإصابة ما تكونش شديدة